محمد عمرة المعروف بألقاب الذبابة مومو لاموش يانيس واشتخونف من سجين مدان إلى العدو رقم واحد لفرنسا. من هو وكيف أصبح أكثر المطلوبين؟ دعونا نتابع مشاهدين هذا المشهد الذي هز أركان الدولة الفرنسية. ما أن تعبر سيارتها شرطة بيضاء اللون. إحدهما تقل محمد عمرة من نقطة لتحصيل رسوم العبور حتى تصطدم سيارة بيجو سوداء بسيارة الشرطة الأمامية. ويخرج من السيارة مسلحاني ملثبان يطلقان النار. نلاحظ هذه الدائرة البيضاء مشاهدين حيث تبرز خروج محمد عمرة. مرتديا حذاءا رياضيا أبيض من شاحنة السجنة. تابعوا هذا المقطع بالتصوير البطيء. مشاهدين مرة أخرى. بعد ذلك يضرم المسلحون النار بالسيارتهم. يتوجه عدد منهم لسيارة أخرى يلوذون بالفرار. الواقعة هذه حدثت حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا. بعد عودة محمد عمرة تحت حراسة دورية الشرطة إلى السجن. بعد جلسة استماعا في المحكمة. ذلك بالقرب طبعا من مدينة روان. التي تعتبر عاصمة منطقة النورماندي في شمال فرنسا. في هذه المنطقة تحديدا. الفيديو الذي شاهدناه سجلته كاميرات المراقبة. في محطة لتحصيل رسوم. العبور هي هذه المنطقة في الدائرة الحمراء التي ترونها الآن. ذلك الهجوم أسفر عن مقتل شرطيين. كانوا يرافقان السجين محمد. وأسفر أيضا عن إصابة ثلاثة مدنيين. يظهر هذا الفيديو مشاهدين ركابا. وقد قاموا برمي أنفسهم على أرضية حافلتهم. مدفوعين بحالة الرعب وسط دوية أصوات الرصاص في الخارج. وعلى عكس هؤلاء يمكن أن نرى أو يمكن رؤية مسلح ملثم. يرتدي ثيابا داكنة أثناء تنقله بين السيارات الأخرى بكل هدوء. وقد دفع الهجوم قوات الشرطة إلى بدء عمليات بحث لإيجاد أدلة عن السجين الهارب وبقية المسلحين. شاهدين محمد عمرة فرنسي تجادل المغردون إن كان من أصول جزائرية أو مغربية دون وجود مصدر رسمي يؤكد ذلك. لكنهم المواليد مدينة روان الفرنسية يبلغ من العمر ثلاثين عاما. وهو تاجر مخدرات ومدان بأحكام جنائية في تهم تتعلق بتهريب المخدرات والاختطاف ومحاولة القتل. وحاكمت عليه محكمة فرنسية بالسجن 18 شهرا في بداية آيار مايو بتهمة السطوة. سجله الجنائي يعود إلى سنة 2009 عندما كان مراهقا في الخامسة عشرة من عمره. ويخضع حاليا لتحقيق بسبب عملية خطف أدت إلى الوفاء. ووفقا للمدع العام في باريس فإن عمرة كان يخضع لحراسة من الدرجة الثالثة. وتعني أنه لم يكن سجينا شديد الحراسة أو الحراسة مشددة عليه. ولهذا السبب لم يشارك سوى خمسة ضباط في مرافقته من المحكمة إلى السجن. الانتربول أصدر نشرة حمراء بحق محمد عمرة يطلب بطلب من الشرطة الفرنسية. النشرة الحمراء هي طلب يقدم إلى أجهزة إنقاذ القانون أو إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. لتحديد مكان شخص أو اعتقاله مؤقتا في انتظار تسليمه أو ترحيله أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل. وهي ليست مذكرة اعتقال دولية. وسائل الإعلام الفرنسية نقلت عن والدة محمد قولها إن ابنها لا يتحدث معها عن أي شيء على الإطلاق. وأعربت عن أسفها بسبب إزهاق أرواح بريئة على حد تعبيرها. الداخلية الفرنسية حشدت نحو 200 شرطي بهدف البحث عن المهاجمين والسجين الهارب. هذا ما أكده أيضا وزير العدل الفرنسي إيريك ديمونت موريتي. سنلقي القبض عليهم. سيحاكمون وسيعاقبون على الجرائم التي اقترفوها. الرئيس الفرنسي إمانوال مكرونت قال أيضا إن الهجوم الذي أودى بحياة ضابطي الشرطة أو ضابطي السجن يشكل صدمة لنا جميعا. والأمة الفرنسية تقف إلى جانب أهاليهم والجرحى وزملائهم. ويتم بذل كل الجهود للعثور على مرتكبي هذه الجريمة. حتى يتم تحقيق العدالة باسم الشعب الفرنسي.